لا يوجد أي إنسان فوق الشريعة فمثلاً اتكلم عن قدسية الزواج وتكلم مثلاً عن شريعة الطلاق مثلاً في العهد القديم إذا شخص طلق زوجته وتزوج واحدة أخرى ممنوع منعاً باتاً يرجع لزوجته الأولى كل الفكرة الحفاظ على قدسية الزواج وعهد الزواج وطبعاً شرائع وقوانين كثيرة لا يوجد أحد فوق الشريعة بل الكل يخضع للشريعة أيضاً أحبائي الشريعة صرور الشريعة لذة الشريعة روحية الشريعة مقدسة الشريعة عادلة والشريعة طبعاً خاصة لشعب خاص كان أن يمارس الشريعة فالشريعة بكل معنى الكلمة صالحة ولفائدة ولخير الناس يسوع المسيح احترمها وأطاعها بل طالب ممارستها ومحبتها أيضاً يسوع أحبائي هاجم مظاهر التدين الخارجي وركز على روح الشريعة وعلى تطبيق الشريعة الداخلية فعندما سأل يعني يسوعاً الشريعة قال أو الجواب كان تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك وأيضاً وصية مثلها تحب قريبك كنفسك ثم قال هذا هو النموس والأنبياء فإذا المسيح لخص الوصايا العشر والشريعة الإلهية بوسيتين هو تحب الرب إلهك كلياً تحب الله الذي لا تراه إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فإذن المحبة هي تتميم أو هي التكميل لكل شريعة الرب محبة القريب وأيضاً الرب يسوع اتكلم عن القانون الذهبي في عزته على الجبل في الجليل وكما تريد الناس أن يفعلون بكم هكذا أنتم افعلوا أيضاً يعني علم عن هذا القانون الذهبي الاحترام الكامل وإنه الرب يسوع قال جئت لا لأنقض النموس بل لأكمل الحق أقول لكم إلى أن تزول السموات والأرض لا يزول لاحظ السماء والأرض رح تزول ولكن شوف تشديد يسوع على الشريعة حرف واحد من الحروف في اللغة العبرية حرف واحد حتى النقطة اليوتها هاي اللي بيستخدموها في اللغة العربية زي اللغة العبرية زي العربية حتى التنقيط لا تزول كما يقول الرب يسوع المسيح فإذن هنا تأكيد واضح إنه الشريعة لا ولن تزول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر